لم يعد خافيا على أحد حجم النفوذ الإيراني في العراق لكن لا يبدو أن لهذا النفوذ حدا لأسيما في جانبه العسكري الذي وصل إلى مستويات خطيرة مع حديث رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري عن وجود أعداد كبيرة من الطلاب العراقيين يدرسون في الجامعات العسكرية الإيرانية فبعد أن كان العراق قبلة لطلاب العلوم العسكرية من العديد من الدول العربية وصل بعضهم إلى أكبر المناصب في بلادهم أصبح اليوم يدرس طلابه في جامعات دولة خاض أمامها حربا ضروسا لثمان سنوات وما زالت تمثل عدوا استراتيجيا بسبب دورها في تخريب البلد بعد احتلاله وتحويله إلى دولة هامشية ضعيفة على يد أحزاب وميليشيات تجاهر بالولاء لطهران كل ذلك وما زال باقري يعتقد أن التعاون بين القوات المسلحة للبلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب مؤكدا في الوقت نفسه استعداد قوات بلاده للدفاع عن سلامة الأراضي العراقية ضد أي تهديدات تطالها على حد تعبيره بينما يرى العراقيون أن إيران هي التهديد الأول الذي ينبغي الحذر منه لو كان في البلاد حكومة وطنية تقدم وصلحة العراق تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني المتلاحقة جاءت في جولة أجراها في العراق التقى خلالها العديد من المسؤولين الحكوميين واقترح فيها إجراء مناورات على الحدود المشتركة بين العراق وإيران ضمن ما سماها محاولات تعزيز التعاون بينهما في المجالات الدفاعية والأمنية ومنذ احتلال العراق عام 2003 دابت إيران على تعزيز نفوذها السياسي والأمني والاقتصادي في العراق مستفيدة من هيمنة أحزاب موالية لها على المشهد في البلاد لتعزز طهران قبضتها على العراق الذي أصبح بمثابة بوابة لمشروع إيران في المنطقة ورئة اقتصادية تخفف من وطأة العقوبات الغربية عليها وميدانا عسكريا عبر ميليشيات تابعة لها وقوات نظامية تريد أن تصنعها على عينها وتغذيها بعقيدة عسكرية توسعية كان العراق لها بالمرصاد عندما كان يحكمه من هم فوق الميول والتوجهات ويضعون مصلحة العراق نصب أعينهم